تحتفل مصر والعالم في 19 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنسانية أكدت مصر بهذه المناسبة إيمانها راسخ بالإنسانية والحيادية وعدم الانحياز والنزاهة والاستقلالية وعدم التسييس كمبادئ أساسية عامة للعمل الإنسانية هذا ويتزمن اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطع وغزاء وحرصت مصر منذ بداية الحرب على غزة على تقديم يد العون للأشقاء في فلسطين لتخفيف معاناتهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهم كما استقبلت ما يزيد عن 500 ألف سوداني منذ نشوب الأزمة السودانية في إبريل 2023 ووفرت لهم كفة سبل الدعم والرعاية وذلك بالإضافة إلى خمسة ملايين سوداني آخر يقيمون بالفعل في مصر ترجمة نانسي قنقر